ده كان حجم الإنجاز احنا ماتكلمنش عن ألعاب كتيرة النادي الأهل بيدمها زي مثلاً السكواش السكواش أحد الألعاب المهمة والقديمة في النادي الأهل السكواش في النادي الأهل خرجت عظماء في هذه اللعبة سواء مدربين لعبين من زمان من حاجة وستين أو حاجة وخمسين كمان ولعبة السكواش بقوة موجودة في النادي الأهل النادي الأهل يملك بنية تحتية قوية في اللعبة دي اللي ما يعرفش احنا عندنا اتنين او مجمعين اتنين للسكواش مجمع في اهل الجزيرة في مبنى الاشتراكات في الدور التاني عدد تمن ملائب عدد تمن ملائب ده يعني الاقدم يمكن يتفتح من سبع تمن سنوات ولكن الاحدث هو فرع الشيخ زايد عندنا مجمع للسكواش كبير جدا وعندنا هنا بيمارس اللعبة بنشئنها باكاديميتها وهنا بتيمارس اللعبة فإذا عندنا قاعدة كبيرة من حوالي 3 او 4 سنوات اخذ النادي الاهلي قرار انه يعتمد على ولاد النادي فقط في لعبة الاسكواش مش هيجيب حد من برة باستثناء بعض اللاعبين اللي هيجوا مميازين اول عالم يعني لو اللعب هيعمل الفرق يتفضل ييجي هيكون معنا على مستوى الدرجة ولا او ممكن قطاع الناشئين كمان بس يكون جاي رانكنج ومصنف تصنيف كبير لعبة الاسكواش في النادي الاهلي هذا الموسم حققت انجاز كبير مدير فني كابتن احمد حسني احد ابناء النادي الاهلي وده برضو كان اتجاه النادي الاهلي ان المديرين الفنيين حتى يكونوا من ابناء النادي لان النادي غاني حقيقة بابنائه والحقيقة حقق السكواش يعني انجازات كبيرة هذا الموسم بتوفيق الله سبحانه وتعالى والاسباب طبعا دعم مجلس الادارة ونشاط الرياضي طبعا برئاسة الكابت خادر العوضي لهذا الفرق او فرق السكواش حقق نتاج كبيرة على مستوى الناشئين هنكلم عن الناشئين كمان درجة أقول حدث ولا حرج برح مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي بياخد تاني العالم وليها يعني الحقيقة بنبريك له على المركز التاني ولكن في بعض الامور لازم بعرفينها ليه خاد تاني مخادش اول مع ديجو الياس تقريبا كان بلعب ديجو الياس كان في المبرانة النهائية اللي اصدق لهلكو انه السكواش في علاقتها عن الناشئين حقق انجازات كبيرة جدا جدا وهنستعرضها مع ضيوف اللي هيكون كابتن احمد حسن المدير الفني وعشر لعبين ولاعبات على مستوى الاعمار هنعرف منهم بالتفاصيل بطولاتهم يمكن انا اتذكر تاني بطولة انجلترا المفتوحة مريم المغربي احد اللاعبات المميزات خدت تاني بريتش اوبن وده بطولة يعني كبيرة زي بطولات العالم يعني اصدقوا مش بس بطولات الجمهورية والمناطق وبطولة الاندية ولكن حققنا كمان على مستوى الدولي بطولات كثيرة ان شاء الله يكونوا دول ديوفنا النهاردة